بسم الله الرحمن الرحيم الإعراب والبناء وأنوعهما الكلمات العربية الأسماء والأفعال والحروف إما أن تكون مبنية لا يتغير شكل آخرها بتغير موقعها من الجملة أو تكون معربة والحقيقة أن المعربة تحتاج إلى كد في الدهن للمعرفة الموقع العرابي أما المبنية فهي مريحة جميلة عند الحديث لا أتعف في البحث عن الموقع العرابي لأن شكلها واحد لا يتغير دعونا نعرف ما معنى الإعراب وما معنى البناء الإعراب لغة البيان والتغيير والتحسين أما الصلاحة في هذا الموضوع فهو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لحظ معي هذا المثال أقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد هذه صورة وأنموذج لبعض الكلمات التي تتغير أو يتغير آخرها بتغير موقعها من الجملة محمد جاءت هنا فاعل فأخذت حركة الرفع وجاءت هنا مفعول به فأخذت حركة النصب وجاءت هنا مجرورة بحرف الجر فأخذت حركة الكسر هذه كلمة المعربة لأن آخرها يتغير بتغير موقعها من الجملة ما أنواع الإعراب؟ الإعراب إما أن يكون بالرفع أو النصب وهذا يحدث في الأسماء والأفعال الأسماء تكون منصوبة وتكون مرفوعة الأفعال تكون منصوبة وتكون مرفوعة أما الجر فالجر خاص بالأسماء والجزم فقط في الأفعال ولعلك تلاحظ أن الحروف لا وجود لها هنا والسبب في ذلك كما ذكرنا في درس الماضي هو أن الحروف كلها ببنية وحديثها هنا فقط عن الإعراب نأخذ بعض الأمثلة كيف يرفع أو أمثلة على رفع الفعل ونصب الفعل وجزم الفعل ورفع الإسم ونصب الإسم وجر الإسم رفع الإسم قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض الإسم هنا هو رفع الجلالة وحركته هي الرفع هذا مثال أيضا نور اسم حركته أيضا رفع طيب الفعل كيف يرفع الفعل يضرب الله الأمثال الفعل في هذه الجملة هو يضرب ويعلق تلاحظ حركة الرفع كيف يجر الإسم إذا جاء نصر الله نصر الله إذا نفض الجلالة هنا مجرور بالإضافة جزم الفعل قول الله تعالى لم يرد ولاحظ هنا الفعل لما رفع أنه لم يسبق بناصب أو جازب لكن لما جزم هنا سبق بجازب حرف الجزم لم جاء الفعل مضار بعده مجزم أيضا هنا لم يرد نصب الفعل كيف ينصب الفعل ويريد الله أن يتوب سبق بناصب ثم جاء الفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة نصب الإسم الله نزل أحسن الحديث لاحظ معي كلمة أحسن منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها في موقع مفعول به إذن هذه أمثلة وشواهد على الحالات التي ترد حالات العرابية للكلمات العربية سواء كانت أسماء أو أفعال أما الحروف كما قلنا فهي مبنية لا ترد عليها حالات العراب تنبه هناك فرق بين الحالة العرابية وعلامة العرابية هذا مهم الحالة العرابية رفع ونصب إذن رفع سمونا حالة ونصب وجر وجزم هذه حالات العلامات لكل حالة علامة أصلية وعلامات فرعية فالرفع يرفع الأصل بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون إذن هذه حالات وهذه علامات على هذه الحالات يخذت كثير من الدارسين بين الحالة والعلامة هذا هو الإعراب مفهوم الإعراب بشكل مجز أما البناء فلغة البناء هو وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت مبني ومنه بناء المنازل والدول اصطلاحا هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة عليها الكلمة هذه شكلها واحد في بداية الكلام في وسطه في آخره أنواع البناء إما أن تبنى الكلمة على الضم ويحدث هذا في الإسم والحرف فقط الإسم يبنى على الضم والحرف يبنى على الضم هناك من الأسماء ما يبنى على الضم أعني وهناك من الحروف ما يبنى على الضم أما الفتح فخاص بالأسماء والأفعال بناء على الفتح البناء على الكسر يأتي في الأسماء والحروف البناء على السكون يأتي في الإسم والفعل والحرف لاحظ معي أن الإسم أن الإسم والفعل والحرف الاسم يبنى على جميع علامات البناء الفعل فقط يبنى على سكون وفتح الحرف فقط ثلاثة يبنى على ضم وكسر وسكون هذا الشكل المهم وستجد في ملف المرفق نأتي على بعض الأمثلة بناء الاسم على الضم أقول نحن مجتهدون نحن هذه ضمير مبني على الضم يأتي في أي مكان من الجملة حركة النون واحدة لا تتغير مبني على الفتح أنت مجتهد هذا الضمير يأتي دائما مبني أنت المخاطب يأتي دائما مبني على الفتح البناء على الكسر أنت مجتهدة مع أنه هي كلها مبتدأ مرفوع إلا أنها مبنية إذن هنا أنت دائما ضمير المخاطبة يأتي مكسور السكون يأتي في اسم الشرط الشرط من يجتهد يفز من يجتهد يفز هذه أمثلة على أسماء مبنية على جميع أنواع البناء على ضم وعلى فتح وعلى كسر وعلى سكون كما قلت هذه أمثلة ونماذج أما بناء الفعل فالفعل يبنى على الفتح وعلى السكون فقط بناءه على الفتح هذا بناء أصلي بناء هو الأصل لكنه قد يبنى على علامات أخرى أو على علامات أخرى لأسباب وعيلة فتح الله علينا مبنية كلمة فتح مبنية على الفتح الفعل الماضي فيه الأصل أن يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء كما أن فعل الأمر الأصل فيه أن يبنى على السكون إذن أنواع البناء في الفعل قد يبنى الفعل أصلا على فتح أو يبنى على سكون الفعل الماضي يبنى على الفتح وفعل أصلا على السكون أما بناء الحرف فالحرف كما قلنا يبنى على ضم وكسر وشكون مثل ما لقيته منذ يومين هذا حرف يبنى على فتح أما الكسر فقول الله تعالى لله عاقبة الأمور لله هنا حرف جر وهو اللام دائما اللام الجر مكسورة مبنية على الكسر دائما السكون قادئ أفلحها لاحظوا معي أن قد هذه حرف التحقيق مبنية على السكون دائما هذه أمثلة ونماذج على البناء أخذنا درس البناء والإعراب أخذنا على السكون دائما والإعراب أخذنا على السكون دائما والإعراب الأخذنا على الخير أخذنا على التحقيقات ität